ونبدأ بأخبار النادي الأهلي ومارس الكرة المدير الفني للنادي الأهلي تكلم مع جهازه المعاون عن الكلام اللي بيتقال عن فكرة طلبه ضم حارس مرمى جديد للفريق وقال إنه مستغرب جدا من الكلام ده وإنه ما طلبش التعاقل مع حارس جديد ومش هيطلب ضم حارس جديد وإنه شايف إن الحراس اللي موجودين حالان الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شبير كافيين للنادي الأهلي ومش محتاج أي ضفوض لمركز حراسة المرمى كما نشر في بعض وسائل أعلام في الفترة الأخيرة كمان النادي الأهلي قرر البدء في التفاوض مع اللاعبين اللي بتنتهي عقدهم في الفترة القادمة نتكلم على نهاية السنة أو النهاية السنة اللي جاية والقرار هو البدء بتجديد عقد حسين الشحات على ضوء ما يقدمه اللاعب كمان في الفترة الأخيرة كنوع من المكافأ على مستوى الرائع جدا يستحقك حسين الشحات أنا عجبني إن حسين الشحات ده ميقس أصلي زي حسين ممكن يخلص أنا شفت كتير لعبة بتخلص زي حسين الشحات بتخلص إزاي إنه يبقى أداءه رائع جدا وإنه يبقى في السماء ويبقى نجم النجوم وفجأة الأضواء تتشارمن عليه وفجأة الانتقادات تنزل عليه وفجأة مستوى تراجع كل الأمور دي ممكن تهد أي لعب قدر يرجع لمستوى تاني فدي حاجة تحسب له ورجع بمستوى رائع جدا وبالمناسبة يعني في رأيي إنه لقالي تأثر كثيرا 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 بغياب حسين الشحات عن مباراة اليوم لو كنت قلتلك من شهرين ثلاثة الأهلي هيتأثر بغياب حسين الشحات عن الفريق هتقول لي يا عم ده يا رأييت ما يبقاش موجود أصلا كان مستوى قلعي الجد دلوقتي جميع النادي الأهلي كانت تسأل فين حسين الشحات